الحمد لله رب العالمين أحمده جل في علاه واثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين بابنا وقض الوضوء وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث يوم بالعكس بنا على اليقين فإن تيقنهما وجيل السابق فهو برد حاله قبل أومام ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف السادس من النواقض وينقض غسل ميت ينقض غسل ميت وهذا من مفردات مذهب أحمد خلافا لما عليه الجمهور وذلك أن الدليل الوارد في نقض الوضوء بغسل الميت غير قائم غير قائم في قول جماهير المحدثين وعليه فإنه لا يرتب عليه فخور وهم استدلوا بما رواه أصحاب السنن الحدثة برير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغسل وهذا الحديث في إسناده مقال وعلى القول بثبوته فإن مقتضاه الأمر بالغسل لا بالوضوء وهم قالوا إن الغسل مستحف والوضوء واجب والصواب أنه لا يجب بغسل الميت لا غسل ولا وضوء وإنما جاء الوضوء في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم على وجه الاستحباب وليس ذلك مستندا إلى حديث أو أصل يعتمد عليه يبنى عليه حكم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال في ذكر النواقض طيب ينقل غسل ميت غسل ميت يصدق على من باشر الميت في لمس أما من صب عليه الماء أو كان حاضرا للغسل يجحز ويعين وما أشبه ذلك من غير أن يباشر بدن الميت في اللمس فإنه لا ينتقض وضوءه وإذلك يقيد غسل الميت بالمباشر للميت تقريبا ومستن أما من كان يصب الماء أو يحضر فإنه وإن كان مشتركا في الغسل لكنه لا يشمله الحكم قال في السابع نواقض الوضوء أكل اللحم خاصة من الجذور وهذا الناقض من النواقض الحكمية وهو من مفردات مذهب أحمد خلافا لما عليه الجماهير من الفقه من الحنفية والمالكية والشاشعية وغيره فإن مذهب أحمد يرى النقض من أسل اللحم خاصة من الجذور ويستند في ذلك إلى حديث البراء بن عازف عند أطحاب السنن وفي المسنب أيضا وحديث جابر بن سمرة وفيه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فأتوضأ من لحوم الإذن قال نعم فبنى الإمام أحمد رحم الله من هذا الحديث أو على هذا الحديث وجوب الوضوء وخص حكم باللحم لأنه الوارد حيث قال ترضى من لحوم الإبل قال نعم إن شئت قال نعم في الغنم قال نعم إن شئت وفي الإبل قال نعم فخص الحكم باللحم دون غيره وهذا المذهب دون سائر أجزائه من شحم أو كرش أو كبد أو طحال أو غير ذلك مما يؤكل من الإبل فالحكم منوط باللحم فقط دون بقية أجزائه والجمهور على أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ لحديث جابر كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار فحمل الأمر الوارد في حديث جابر يابن سامرة على هذا الأصل وهو أنه كان لأجل أنه مسته النار والذي يظهر أن النسخ بهذا ليس بظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نوعين من اللحم تمسهم النار فقال في الغنم إن شئت فقال في الإبل نعم إلا أن الذي يقوي قول الجمهور أن دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليست بصريحة على الوجوء ليست بصريحة الوجوء إذ يحتمل أن هذا على وجه الندر وليس على وجه الوجوء لأن الرجل يسأل أن نتوفى من لحم الإبل قال نعم وهذا يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا فلا يتعين من هذا الحديث الوجوب إلا أنهم قالوا في حديث البراء قال توضعوا من لحم الإبل وقالوا والأصل في الأمر الوجوب إلا أن هذا أيضا ليس بقوية لأن الأمر ليس دالا على الوجوب عند الإطلاق في كل موارده وهذه مسألة ترجع إلى بحث أصولي هل الأصل في الأمر الوجوب أم أن الأصل في الأمر الندب والاستحباب والحقيقة أن التأصيل في هذه المسألة يرجع إلى السياق هو الذي يصل في الدلالة والأقرب من هذين القولين أن الوضوء من لحم الإبل مستحب وليس بواجه وهذا خلاف مذهب الإمام أحمد وخلاف ما عليه كثير من أهل العلم المعاصرين نسيما في بلادنا والمسألة مستندة إلى هذا الحديث الذي تحدثنا أو أشرنا إلى عدم وضوح دلالته على الوجوب ثم الأصل في الوضوء فقاءه فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بشيء بيناً ظاهر وأما الحكم على المذهب فإنه مقصور فقط على اللحظة دون سائل الأجزاء ومما يدل على أن الأمر ليس للوجوب أن الحنابلة حملوا الوضوء من ألبان الإبل على الاستحباب مع أن الحديث مستد أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضعوا من ألبان الإبل وحملوه على الاستحباب لا على الوجوب والناقل الثامن الذي لا يترى المؤلف رحمه الله قال كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت كل ما أوجب غسلا يعني كل ما أوجب بسببه غسل فإنه يوجب وضوعا إلا الموت فإنه يجب به غسل للميت يجب به غسل الميت يجب فيه أو به غسل الميت لكن لا يجب أن يوضع وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يشير بها إلى أن جميع ما يوجب الغسل يوجب الوضوء والحقيقة أنه لا دليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوعا لأن الله تعالى قال في موجب الغسل وإن كنتم جنوبا فاتطهروا التطهر المأمور به هنا هو تعليم البدن بالماء كما جاءت فيه السلام وكما سيأتي بيانه تفصيل في باب الغسل فهذه القاعدة تحتاج إلى دليل ومقتضى هذا أن كل ما يجب غسلا يجب فيه وضوعا وليس هذا بي مستقيل من حيث الدلالة بل الدلالة في الآية أو من حيث الدليل فإن الدلالة في الآية على أن ما أوجب غسلا يجب فيه الغسل وإضافة الوضوع إنما هو على وجه السنية قال رحمه الله ومن تيقن بعد أن فرق من ذكر نواقض الوضوع انتقل إلى ذكر الشك في الطهارة فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متحقق أنه قد تطهر وشك في حصول الناقض أو العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة بنا على اليقين بنا على اليقين أي مضى على ما تيقن فإن كان قد تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر وإن كان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث هذا معنى قوله رحمه الله بنا على اليقين وعلى هذا جماهير الفقهة من الحنفية والشافعية والحنابلة وغير وذهب المالكية إلى أنه إذا شك الطهارة فإنه محدث وما ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي تساعده الأذلة وتسنده فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل ويخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا يدل على أنه يبني على اليقين إذا شك في الحدث الحالة الثالثة في الشك الآن كم ذكر من أحوال الشك في الطهارة ذكر حالين تيقن الطهارة والشك في الحدث هذه حالة حالة الثانية تيقن الحدث والشك في الطهارة الآن الحالة الثالثة تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما هو تيقن الأمرين لكنه جهل أيهما السابق هل السابق الطهارة أو السابق الحدث هذه المسألة قال فيها المؤلف رحمه الله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما الآن تحقق من حالين تحقق أنه توضى وتحقق أنه خرج منه ريح الآن تحقق من الحدث ومن الطهارة لكن ما يدري أيهما سبق هل سبق الحدث أو سبق الوضوء التطهر في هذه الحال نقول ألغي هاتين الحالين وانظر إلى حالك قبلهما فإن كنت قبلهما متطهرا فأنت الآن محدث وإن كنت قبلهما محدثا فأنت الآن متطهر ولذلك قال فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما لماذا قال بضد حاله قبلهما لأنه تحقق وجود ناقل تحقق وجود ناقل وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا بلغ هذا الحد من تنازع اليقين يقين الشك ويقين الحدث فعند ذلك يلغي هذه الحال ويتوضى يلغي هذه الحال ويتوضى وهذا القول من حيث الراحة النفسية قد يحصل به راحة نفسية لذلك يملل الإنسان غير المبني بالوسعى وأما من حيث النظر الفقتي فما ذكره هو مبني على أن الأصل بقى مكان على مكان ما لم يوجد ناقل وقد وجد ناقل تحقق وجود الناقل فألغى هتين الحالين من حيث تعرضهما ونظر لحاله السابق السابقة عليهما فإن كان متظاهرا فإنه الآن محدث لتحقق وجود الحدث وإن كان قبلا محدثا فهو الآن فهو الآن متطحر لتحقق وجود الطهارة قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف الآن في ختم باب نواقض الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحكام المترتبة على انتقاض الوضوء ما هو أثر انتقاض الوضوء بيّنه المؤلف رحمه الله في هذه الجملة حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف فذكر ثلاثة أمور يمنع منها المحدث مس المصحف والمقصود به مباشرته باليد أو بأي جزء من البدل فلو أن المحدث وضع المصحف على صدره فقد مسه ولذلك المس هنا لا يتقيد حكمه باليد بل حكمه يشمل كل مباشرة للمصحف بأي جزء من البدل وليس باليد فقط بل بأي جزء من البدل والأصل في هذا حديث عمر بن حازم الذي جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حازم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسل القرآن إلا طاهر وهو حديث مرسل من حيث الإثنان إلا أن جماعة من أهل العلم اعتقدوا به وقبلوا لشهرته كما قال ابن عبد البر رحمه الله فهو اشتهر اشتهارا أغنى عن النظر في إثناده لشهرته وقبول الصحابة وأهل العلم له وعلى هذا جماهير الفقهة من أصحاب المذاهب وغيره وذهب الظاهرية إلى أن مس المصحف للمحدث ليس محرما لأنه لا دليل على ذلك فالحديث الذي استندوا إليه من حيث النظر ضعيف وبعضهم قال حتى لو تبت من حيث النظر من حيث النقل ضعيف ومن حيث النظر ليس فيه دلالة فنظروا فيه من جهتين من جهة إثناده قالوا إنه لا يصح ومن جهة مثله وهو درايته قالوا لو صح إثناده لما كان دليلا فصلا في المنع من المس لأن الطاهر لا يلزم منه أن يكون ضد المحتر بل المقصود بالطاهر هنا المسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن إلا مسلم وهذا المعنى فيه ضعف إذ لم يجري استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف في المسلم لم يجري استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف في التعبير والخطاب والتحدث عن المسلم وأما استدلالهم بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس فهذا ليس بدليل لأن هذا وارد على خبر أو على حدث وهو أن أبا هوريوان خنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وليس فيه أن المؤمن طاهر وأنه يطلق على المؤمن هذا الوصف مطلقا فردهم الحديث من جهة المعنى فيه نظام فمع أن شخل الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا إن في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إشارة وانتبئ لم يقل فيه دليل بل قال فيه إشارة إلى أن القرآن لا يمسه إلا طاهر وذلك أن الله تعالى جعل من أوصاف اللوحة المحفوظ أنه لا يمسه إلا المطهرون والقرآن لا يمسه إلا طاهر كما أن أصله وهو اللوحة المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فهذا يشير وليس دلالة إنما إشارة إلى أن المصحف لا يمسه إلا طاهر هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه أيضا ذكره في الفتاوى ونقله عنه تلميذ بن القيم في التبيان في كتابه التبيان في أقسام القرآن بعد هذا قال المؤلف رحمه الله ويحرم على المحدث مسك المصحف والصلاة صلاة هنا يشمل كل ما يسمى صلاة من فرض ونفل من صلاة ذات ركوع أو صلاة ليس فيها ركوع للعموم ودليل هذا ما تستفحيح من حديث به غيره الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وقول الله تعالى يا أيها الذين أمروا إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق إلى آخر العياء قال والطواف أي ويحرم الطواف على المحدث واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام وهذا الحديث لا يصح مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول المحققين من أهل العلم لا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعليه فينظر هل هناك ما يمنع من الطواف للمحدث استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين أنها حاضت بثرف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت قالوا هذا دليل على أن المحدث لا يطوف بالبيت إلا أن هذا الدليل ليس بمستقيم أيضا لأن هذا في حق الحائق ومعلوم أنه لو كان الحدث مانعا من الوضوء لما جزى أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك عن الأمة ويتكلم فقط عن الحائق ومعلوم الفروق الكبيرة بين الحائق والمحدث وعليه فإنه لا دليل يمنع المحدث من الطواف بالبيت لا دليل على منع المحدث من الطواف بالبيت وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بعد النظر في الأدلة لم يقف على ما يعتمد عليه في منع الطائف منع المحدث من الطواف منع المحدث من الطواف وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم وهو خلاف ما عليه الجمهور فالجمهور على أنه لا بد في الطواف من الطهارة لما ذكر من أدلة ولكن هذه الأدلة لا تقوى على المنع كما تقدم مناقشتها وبيانها على وجه المختصة بهذا يكون قد امتها ما ذكره مؤلف رحمه الله من المساء المتعلقة بتابي نواقب الوضوء بعد ذلك قال باب الغصل وأتى بالغصل بعد الوضوء لأنه يرتفع به الحدث الأكبر وأتى به لأنه أقل ملابسة يعني أخره في الذك لأنه أقل ملابسة من الوضوء فالوضوء يتكرر مع الإنسان أكثر من الغصل والمراد بالغصل الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع البدن هذا المراد بالغصل ولكنه استعمال للماء في جميع البدن قيده جماعة من الفقهاء بقولهم على وجه مخصوص وهذا المقصود به الغصل شرعا وإلا الغصل في لسان العرب يطلق على جريان الماء على البدن يطلق على جريان الماء على البدن و يطلق بالضم على ما كان عاما للبدن أما ما كان لبعض أجزاء البدن أو لغيرها من المغسولات فإنهم يطلقون عليها الغتل بفتح الغير أما الضم فإنها أما بالضم فإنه لا يكون ذلك إلا في ما كان مستوعبا للبدن وعاما له ابتدأ المؤلف رحمه الله الباب باب الغصل بذكر موجباته موجباته أي أسباب وجوبه و انظر إلى تفريق الفقهة في ذكر أسباب الوضوء وأسباب الغصل أسباب الوضوء سموها إيش نواقض وأما الغصل فلم يسموها نواقض الطهارة أو نواقض الغصل إنما سموها موجبات الغصل موجبات الغصل والفرق بينهما أن الأصل عدم وجوب الغصل بخلاف الوضوء الوضوء صفة طارئة على الإنسان فإذا طرعت ووجدت في استعمال الماء ثم وجد ما يرفعها احتاج انتقض الحكم واحتاج إلى أن يجدده بوضوء أما الغصل فإنه الأصل أنه لا يجب الغصل لكن هناك ما يوجب الغصل من الأفعال من الأمور التي سيأتي بيانها وذكرها وقد حدها المؤلف رحمه الله بستة أشياء ونحن ذكرنا أن كل عد يذكر الفقهاء فدليله إيش الاستقراء كل عد في الغال يذكره الفقهاء دليله الاستقراء أي التتبع فالفقهاء يتتبعون العلماء يتقصون الأدلة ويجمعون ما فيها من المسائل التي ينتج عنها عد معين تتعلق بمسألة معينة فعندنا فعندنا الآن قوله ومجبه خروج المني دفقا إذا نظرنا إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله مجدنا أنه ذكر ستة أشياء هذه الستة دليل نتقرأ أول المجبات هو أعظمها وهو خروج المني لكن خروج المني وهو مادة الحياة التي يتخلق منها الإنسان ويتكون منها الإنسان قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا الماء خروجه يوجب الغسل إلا أنه لما كان خروجه يكون على صور وليس في كل هذه الصور يجب الغسل بيّن المؤلف الصور التي توجب الغسل فقال رحمه الله خروج المني دفقا بلذة من غير نائل إذن خروج المني إما أن يكون في اليقظة وإما أن يكون في المنا فإن كان في اليقظة فيشترط أن يكون دفقا والدفق هو الخروج الشديد الذي يكون فيه اندفاع وقوله بلذة ألبى هنا للمصاحبة أي مع لذة فالدفق الخروج الدافق الذي يكون معه لذة وخرج بذلك ما إذا خرج بهذه الأوصاف ما إذا خرج على غيرها كان يخرج المني دون دفق أو أو يخرج دفقا لكن من غير لذة فإنه لا يجب الغسل لا يجب الغسل فما كان من المني خارجا على غير هاتين الصفتين لا يجب الغسل طيب ما دليل هاتين الصفتين دليل صفة الدفق قول الله تعالى فنظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق وهذا هو الوصف المؤثر وأيضا قوله صلى الله عليه عليه وسلم إذا فرقت الماء والفضخ لا يكون إلا على هذه السبب وهو أن يكون دافقا أما اشتراط اللذة فقالوا إن هذا وصف يقارن الخروج على هذه الصفة فلا يكون خروج دفقا إلا إذا كان بلذة فجعلوا دليل اللذة هو دليل الدفق ولعل بقية البحث يأتي إن شاء الله في الدفق والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد